أنا اللي شرطي تقول إدارة أنا الآن باستطاعتي أروح وأخذ لي بوكشة على قولاته وراحطها بالمباركية وعرض مع أشياء لا راح أنت تحاسبني ولا فريق الطوارئ حاسبني للأمانة للأمانة يعني أنا أكلمك بلدية محافظة العاصمة يمكن الأخت تكلمت بحرقة وأشكرها على هذا الانفعال وعلى هذا الحماس يعني هي من نبرط صوتها ودها بالإصلاح ودها بالكمال يعني في العمل الوظيفي في البلدية بصراحة يعني فريق الطوارئ في بلدية العاصمة من أفضل فرق الطوارئ على مستوى المحافظات الست يعني أنا كان لي علاقة مباشرة معهم انتراك مدحتهم الحين لا أمدحهم للأمانة يعني أنا أكلم شي يعني أشوفه بعيني يعني يعني قاعد يعملون على مدار الأربع وعشرين ساعة وكلنا نعرف أن محافظة العاصمة محافظة كبيرة يعني فيها محلات تجارية كم ها من هو رئيس فريق الطوارئ؟ من هو رئيس فريق الطوارئ؟ أبو عبد الرحمن إيش اسمه؟ شنقاب؟ من قطان ها؟ من قطان مزين الأخت قالت مع عبد الله طلعت لهم بوق قدمت شكوى كتاب رسمي لحياة المنتون عادي شو السبب؟ شوف هي إذا كانت فيه شكاوي إذا كان ما فيه تجاوب منها فيه بعض الشكاوي ممكن يكون فيها تدليس ممكن يكون فيها قصد معين فدائما يأخذ دائما المراقب أو الجهة تأخذ الشكوى هذا يعني محل الجد تتأكد من هذه الشكوى يروح يكشف على الواقع إن كان فعلا هذه الشكوى ثابتة صدقني ما راح يتهاون و راح يعمل جميع الجراءات القانونية أما إذا كان فيها هناك تهديد ووعيد وتدليس أعتقد أن هذا من الظلم أبدالله تقول شفت و صارت مع بنتي و خذيت كتاب و قدمت لهم مرة و مرتين و صار لي سنتين و لا حياتي لهم شوف هي بقول شغلة ساد عبد العزيز هي واحدة من سنتين يا أهمال عندهم و هم تابعوني و شاهدوني و أتحمل الكلمة اللي أقولها يا لهم مصالح مرتبطة مع هذه المحلات اللي ما قاموا الدور عليهم أنا هنا كان لك زمين من رئيس فريق الطوارئ في حولي تحديدا رياض ربيع متجاوب معنا نشط لو إنه منشط ما أثني عليه و تكر أحد المحافظات كانوا متابعوني و بلحظتها و أنا أثناء الحلقة يمكن طلعت فاصل و وراني قال شوف ذكرت جزئية أي مهمة معبدالله قالت إعلاميا يتجاوب معك إعلاميا و لا شأن لهم أنا أقول لحق الأستاذ أخونا اللي ذكرت اسمه القطان و هو نفسها قطان تجاوبت معاي مشكور على عملية صليبي خاط تبعهم صليبي خاط تبعكم هو فريق الطوارئ أتعبر المحافظة للعاصمة كلها بس أنا بأوصل لرسالة أقول لها يليت تجاوب مع أم عبدالله و الأخوات الثانين حارسين عليها يليت لك اهتمام إذا ما صار تجاوب معاها و أم عبدالله قعد تابعني لتوعد أهني أطلع بكامرتي وأصور ما يدور في محافظتك وتعالي القطان قعد عندي هنا واستقبل الكلام اللي راح يجيك إن شاء الله فيك الخير أنا أتضم إن شاء الله فيك الخير إنك تجاوبت معانا أثناء شكوينة هنا و ما زلت أتأمل فيك و معبدالله من اتصالها نسمع من نبرط صوتها فيها حرقة على الأخطاء اللي قعد تشوفها وهذا اللي تعودنا ببنات الكويت إننا دائماً نخافون على بلدهم أتمنى إن وزارة البلدية أو بلدية الكويت ممكن للشعر هذا لا يعنيك اللي هو تواصل الاتسماعي تويتر يتجاوبون أنت ردوا على الخط الساخن بعدين نشوفوا تويتر أنت ردوا على المشاكل اللي قعد تصدير عندكم بالبلدية بعدين ردوا عليهم بس نقول لمشاهدين الكرام إن شاء الله عند الحلقات قادمة مع البلدية أولاً بأولاً معهم وإحنا نطلحها أمام الملء في الإعلام لن نرحم أحد لن نتعاطف مع أحد لن نحط مكياج بالشاشة عشان هذا أرضاء الله لا هنا الأخ هنا عبد العزيز الشريان تنع عليه يمكن أن أقول زمين لك زمين لك أنا ميخالف خليتك تتكلم مصلحة الناس لا هنا ميخالف أنا خليتك تتكلم أول شيء خطوات الشكوى وهي مو محصورة على فريق الطوارئ ميخالف مو محصورة على فريق الطوارئ فقط إذا كان ما في تجاوب ترى تويتر الحين صعب تويتر هو بروحها الحين وسيلة تجاوب معها أكبر تقول لك نتصر ردوا على الخط خلنا نوضح لك عندك الحين هنا في مدير المحافظة سيد بنبارك الشامير رجل متعاون وعنده مكتب خاص لشكاوي المواطنيين ويأخذ جميع الأمور بجدية خصوصا الشكاوي وممكن بعض الأحيان يطلع بنفسه يتأكد من هذه الشكاوي فرجل مشتهد وأنا هم أثني على هذا الرجل لأنه يقوم بمهامه على أكمل وجه وأقول حقه مع عبدالله وحق غيرها إذا ما لقت مبتغاها بالتجاوب مع هذه الشكوى عن طريق الطوارئ عندها مكتب مدير المحافظة عنده مكتب خاص يتسمى العلاقات العامة يتجاوب مع جميع الشكاوي وهم كذلك ترى نتجاوب مع وسائل الإعلام مثل الشاهد مثل القنوات الأخرى أي شكوى منظورة بالإعلام نتجاوب معها تجاوب سريع بصمت نحن نقول حضورك هنا الله يعطيك ألف عافية وهذا هندلدل على حرصك يا سيد عبدالعزيز في إدارتك في مكانك يمكن تحملت وزر إدارات أخرى ليس شأنك بس أنا أتكلم ككيان بلدية الكويت أتمنى من الأخوان أتمنى القطان إذا متابعنا الآن الأخوان في فريق الأداد على تم الاستعداد أن نأخذك مداخلة الآن تعقب على ما قالت أختنا أم عبدالله نظرتنا فيك إن شاء الله طيبة بس إذا أخطأت لا أخوي أهني ما نرحمك راح نفتح جميع الأمور لنشوفها التجاوزات وتحمل نشكرك هذا حق لك إذا قمت بدورك الصحيح ونشن عليك حملة صريحة وليس حملة أدائية لا يهمنا مصلحة الوطن والمواطن يمكن تكلمت الأخت قالت البعام تجوين بكثرة بالكويت هذا واقع ليش ما يكون فيه هناك لجنة تلعتيها من وزارة الشؤون من التجارة من وزارة الداخلية من بلدية الكويت وكلهم بطريق واحد وقروب واحد شطار بلدية الكويت في لجنة الإزالات مشطار في عملية فساد الأغذية والعمالة السائبة والباع المتجولي والله الأمانة أنا أقولك إياها لازم يكون هناك أهم تشدد بالقوانين لأنه من أمنا بحقابة سائل أدب فذولي ما يتجهون إلى الأشياء المخالفة هذه إلا أنهم شايفين قوانين هشة ومثل ما قلت أنت اللي جان والثلاثية واللي جان التلسيقية مع الوزارات كلها قامت وتم تنسيقها بس الكم كبير في كم العمل كبير وترى البلدية قاعدة تعمل وفق معطيات بسيطة جدا يعني أنا عارف أنا عندي مثلا عندي مفتشين لما اطلعهم على محلات للتأكد من اشتراطات صحية قاعدة يطلعون على سياراتهم الخاصة قاعدة تخسرهم من بنزينهم من سياراتهم ومعرضين ما عندكم نقابة أنتو عندنا نقابة ونقابة مريضة النقابة اللي عندنا ليش مريضة والله ما ندري عنها ليش مريضة نبينا نعاش لا ما ندري لا هي موجودة ولا مي موجودة الأمانة ما وجدتها الأمانة هي من أجل النقابات الموجودة يعني في الوزارات يعني أنا يعني ليش لكم هذه كلمة يمكن تجرحكم شوي باسمي خالص تحملوني لكم شوف نفس ما نبيه إحنا منكم هم أنتم لكم حقوق اللي تجاولهم فيها اثناء العمل أنا ما عنديش سجاج على سيارتي خاصة عشان بلدية كويت ألف فيها هذا هذه المشاكل اللي يتواجه خصوصا إدارتي وممكن كثير من الإدارات اللي هي فعلا في نقص حاد بالموظفين ونقص حاد في الآليات يعني جميع الموظفين أغلبهم تلقى المحافظة فيها ست سيارات سبع سيارات بلدية شعارها مسؤولة عنك من المهد لللحد زين يوجد فيها من السلبيات هذه والله شي فشل يعني ناشد صراحة المسؤولين تكلمنا فيها في وسائل الإعلانية كثيرة لك حق إذا تبت ناشد الآن تبت وصل شكواك عنك وعن زملائي الناشد أكبر السلطات فعلا البلدية هذا الجهاز منسي للأمان وحتى الكوادر فيه لا الحين ما صرفت أي كادر للموظفين البلديين سلطة مسؤولة عليهم سمو رئيس مجلسة وزراء ما فيها أي كادر يعني إحنا عندنا أنا مثل إدارتي يعني قاعد يعني نتعب وندخل خزينة الدولة الملايين الملايين حتى كتاب شكر ما يذكر فيها صارت جهاز طارد للأمانة بسبة إهمان مجلس الودراء لهذا الجهاز هذا الجهاز يزب أن يكون يعني فعال على أكمل وجه خصوصا علاقته في صحة الإنسان في كل شي تقريبا مثل ما قلت لك شعارة من المجل اللحن مهتمة بصحة المواطن الكويتين والله للأمانة يعني إذا ما اهتمت في البلدية ما اهتمت في صحة الإنسان الكويت لأن البلدية مسؤولة عن النظافة العامة مسؤولة تكرم عن الزبالة ونظافة الشوارع والمناطق مسؤولة عن ترخيص المحلات مسؤولة عن سلامة الأبنية مسؤولة عن كل شي حتى في مماتك هي سيارة البلدية التي توديك فشعارها مثل ما ذكرت لك من المهد للحن ومع ذلك منسية يعني أنت لما تروح وزارة مثل وزارة العشقال تجد أنه من رئيس شعبة إلى مدير إدارة تصرف له سيارة وعنده طاقم وظيفي كامل وعنده ربط آلي محترم نحن لا يوجد عندنا سيارات ولا يوجد عندنا ربط آلي محترم ولا يوجد عندنا مكات يا أخي عندنا مباني متهالكة عندنا نتكلم عن الاشتراطات الصحية ونناشد العمانة وهذا كلام يمكن يكون ضدي بس أناشد أن حتى المباني متهالكة نحن نتكلم عن الاشتراطات الأبنية واشتراطات الصحية وأمور السلامة وأبنيتنا ليس متماشية مع أمور السلامة أبنية حيطان متشققة آلية للسقوط زين ونناشد ونكتب كتب الملايين اللي أنتم تدخلون حق بلدية الكويت وين ترون أنا في خمسين يوم طلعت ثلث مليون والله لم أجد كتاب شقر انخصم عليه يومين بعد انخصم عليه يومين اللي يقول عندك تأخير من الساعة ثمان للساعة تسر يمكن عشان يخصمون عليكم عشان يكملون المليون يعني هذا المشكلة يعني الدربيل لازم أنه يسلط على إيجابياتك وعلى سلبياتك لأنه دائما الرجل الذي يعمل زين لازم تكون عنده أخطاء صح أو لا نعم واللي ما يعمل ما تلقى عنده أخطاء اللي ما عنده خطاء زين فعندنا العمل في البلدية الأمانة هي العيب مو في الشخوص الشخص تروح تجي العيد في الإدارة إدارة إدارة سيئة وبعدين تطبيق القوانين واللواع قوانين يوجد قوانين بس خلاص زين احنا في 2012 عفا عليها الزمن عفا عليها الزمن احنا في 2012 وين دور مجسي بلدي أنا صراحة أنا أتكلم لك مواطن أتمنى أن يكون جميع إصدار الترخيص زين انا بفضل أتمنى أن يكون جميع إصدار الترخيص مربوطة ربط آلي ما يحتاج أن المراجع يروح بأوراق وتعال شوف الملفات هذا ملف ضايع هذا ملف كال هذه كلها سلبيات داخل البلدية يجب أن ينظر لها المسؤول مجلس البلدي شنو دوره معاكم مهمش ماكوشي مجلس بلدي شنو خلاص قرار الفئر راتب و بي أم ماكوشي بقى راتب و بي أم وقاعد ماكوشي احنا نتمنى نتخبونهم الشعب عشان يوصلونهم وشوفونهم بلدية أنا صراحة أنا أكلمك يعني أنا عرف دور مجلس البلدي لأمانة ما يقوم بأي دور يجب أن يغير قانون 2005 الخاص في مجلس البلدي لازم يكون له دور ناشده أعضاء مجلس الأمة ومجلس أعضاء مجلس البلدي قال فعلون القوانين ناشد نحن ناشد نحن في الجهاز هذا نعرف السلبيات نعرف الإيجابيات مجلس البلدي له دور مهم في مشاركة في البناء مع الجهة التنفيذية في بلدية الكويت فالحين خلاص توحدت البلدية في القرار في إصدار القرارات بعد تهميش مجلس البلدي وهذا ما يجوز طيب إلغوا ما حقه حطينا ما أدري شكلي أسمي أنه عندنا مجلس بلدي بس أمام المال أنه عندنا مجلس بلدي والواقع أي قرارات أخوان في أعضاء مجلس البلدي قايمين بدور يشكرون عليه هذا دور مجلس الأمة بس الأسف أن وزير البلدية الحالي والسابق أي دور ليصب لمساعة المواطن يهمشونه مع العلم أنه يمكن أعتب عليهم لهم دوار قلناها أحنا اللي يعمل لا بد يخطأ يمكنهم أخطأوا في عملية غرامة مالية ألف دينار مجلس بلدي على من يدخل أغذية فاسدة أو يبيع أغذية فاسدة هذا هو مستوى الطموح اللي أنتوا تقدمون المواطن ألف دينار بس يعني هذا يجرم في القانون الكويتي شروع بالقتل شخص قاعد يعطينا مواد فاسدة أغار ما ألف دينار مواد سامة ندخل 200 ألف أغار ما ألف دينار يعني بأي عقل أو بأي عين أنتوا شفتوها يعني أصبح مواطن الكويتي في السابق يقول مواطن الكويتي ما عنده قروب هذا مو مواطن الكويتي نحن تغير الزمن في 2012 مواطن الكويتي ما يأكل أغذية فاسدة هذا مو كويتي لا أعزم تذوق أغذية فاسدة أنت عظام مجلس بلدي ناشدتهم الآن عظام مجلس الأمة ما لهم دور لا شوف أنا ما ناشد عظام مجلس بلدي لأنا أدري أنه ما يملكون القرار اللي يملك القرار ما هو عظام مجلس أمة القرار اللي يملكه أول شيء يملكه الوزير المقتص والوزير يعني الله يعين جهاز صارع كبير ودائما يعطي الوزير البلدية وزارة بحجم وزارة البلدية مستقل عشان يتفرغ لأمور البلدية فعلا البلدية من سيئة إلى سيئة إلى أسيار هذه شجاعة منك أنك أحد القيادين أنا أتكلم الله الحين بحلقة أنا عبدالله صراحة تفاعلت وياها فعلا فيه أمور يجب أن نوقف وياها نضع يدنا على الجرح هذه مسألة بلد هذه شجاعة منك هذا اللي عودونا الناس المصلحين في الإدارات في بلدية الكويت أو وزارات الدولة الأخرى أكيد يبون منكم عمل لا بد توفروا لنا سبل العمل يعني كمثال دخلت لهم أنت تقول ملايين بالنهاية خصمون عليك يعني أضعفها ترى ورقة ما تكلف مئة فلس فلان الفلاني مدير معنويا أحبط خلاص معنويا ترفعه زين كتاب شكر ما فيه وين المسؤولين وين كذا ما أدري شون البلدية قاعد تمشي فعلا ما أدري أنا يمكن أقولها بوسيلة على أن الكل يشاهدنا الحين هنا قاعد نمشي على البركة وتجد يعني عندنا محافظات ستة الحين تلقى المحافظة الفلانية قوانينها وقراراتها غير والمحافظة الفلانية ليش ولايات زين ما أدري ولاية ستمائة كيلو زين لا هي ثقافات الشخص وثقافات المسؤولين مزاجي وما يطلع على قوانين وقرارات صارت مزاجي يقول لك هذه وفق النظام وهي مع وفق النظام وإذا قال لها المراجع يا أخي هذه وفق النظام كان يقول لي يقول لي أخي أنت تعلمني يعني هنا المراجع يلجأ لي من زين هنا يتعب فعلا فعلا فيه إدارة قانونية